نروح لبداية وانا اتكلمت مبارح انا وصارع على طبعا لفتة كابتن مؤمن زكريا واللفتة الفيديو الحقيقة اللي يمكن كان منتشر على السوشال ميديا بشكل جدير استقباله من الجمهور هو بيحضر واحد من العروض المسرحية واستقبال النجمة احمد عزي لي واستقبال المخرج مجدي الهواري لي وقلت لحضراتكم انه صحيح بتبقى فيه لحظات كتيرة جدا يعني بنسبة للعيب بتبقى ذكرى لا تنسى ولحظة سعادة لا تقارن لما بيحرز بطولة او بيحقق لقب او بيحرز لقب هداف او بياخد احسن لعب في الدنيا لكن انا بيتهيالي انه اللحظة دي مش ممكن ابدا مقارنتها بلحظة تشوف فيها يعني حب الناس ومشاعرهم الجياشة في وقت انت محتاج فيه كل الدعم والمساندة وده بالضبط اللي حصل مع الكابتن مؤمن زكريا اللي بتمنانه طبعا سرعة الشفاء النهاردة دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زار كابتن مؤمن زكريا في بيته وكمان مش بس كده كان فيه مجموعة كمان من جماهير النادي اللي كانت حريصة على زيارة مؤمن زكريا في منزله النهاردة عشان تدعمه بشكل كبير طبعا حركة مؤمن الشهيرة اللي كل جماهير النادي حفظها واللي ياما متعنا الحقيقة في مطشاط نتمناله إن شاء الله وإن شاء الله ترجع بالسلامة ونشوف صوالات وجوالات لمؤمن زكريا في الملاعب انت عارف يا أحمد فيه كمان يعني من الفرق الخصوم يعني بيقولوا يعني احنا موافقين موافقين أنك تجي ودخل فينا جوان يعني شوف الروح الرياضية بس ترجع تاني الملاعب حقيقة هي دي أصل الرياضة طبعا يعني مش ممكن أبدا حبي وانتمائي لفريق صح يخليني أتخلى عن إنسانيتي ومفترضا يعني في الرياضة وفي كل المجالات الحقيقة في الفن والثقافة والمسرح كل حاجات دي وسائل عشان ترتقي بالمجتمعات مش تنزل بيها لتحت ارتقوا يرحمكم الله يعني القاع امتلأ فأرجو وخصوصا لما يبقى الكلام ده من مسؤولين كبار يعني أو قادة رأي عام يعني المفروض أنه احنا بناخد الناس ونطلع بيها لفوق لما الناس الصغيرة والشباب الصغير وجمهور الكرة اللي بالملايين في مصر وانتم عارفين الكرة قد ايه مهمة للجمهور يتصرفوا هذه التصرفات ازاي نراجع ولا نعيب على شباب عنده 16 و17 و18 سنة ونقول بقى يعني خروج عن النص ونقول زكاة الكبار الناس الكبيرة الناس اللي مسؤولة في موقع مسؤولية الناس اللي بتعلم الأجيال اللي جاية الناس اللي مفترضنها تمثل قدوة في التصرفات وفي الأخلاقيات تنزل لهذا المستوى منتظرين ايه من الشباب الصغير اشتركوا في القناة